اقتربت قوات الشرعية من مركز مديرية باقم معقل ميليشي الإنقلاب فيما أصبحت أطراف مديرية موزة غربية تعز بيد الجيش الوطني فيما أكد مصدر عسكري للإخبارية تقدم وتحرير أجزاء جديدة من معسكر خالد الذي يعتبر ثاني أقوى قاعدة عسكرية في اليمن مركز مديرية باقم بالقرب من معقل ميليشي الحوثي بصعدة اقترب اليوم أكثر إثر معركة تقدم فيها الجيش الوطني ونجحت صواريخ قوات الشرعية بالجوف من تحقيق أهدافها بتدمير مواقع للميليشي بجبهة العقبة فيما اشتعلت النيران من آليات الميليشي الإنقلابية في ميدي الساحلية تم التقدمات في مديرية باقم وفي البقع والآن في تقدمات باتقاه الحديدة والحمد لله الجيش الوطني في كل القبهات يتقدم فيها مصدر عسكري باللواء السابع عشر بالجيش الوطني بتعز أكد تحقيق سيطرة مهمة لأجزاء من معسكر خالد بن الوليد فيما وصل الجيش الوطني إلى مشارف مركز مديرية موزع وتسعى قوات الشرعية إلى إعلان جميع المناطق الغربية من محافظة تعز محررة بالكامل عقب استكمال تحرير معسكر خالد المعارح الآن محتدمة حول معسكر خالد بن الوليد وقد تم صيدرة على جزء من هذا المعسكر ما زال في المعارح قوية حتى هذه اللحظة تحاول قوات الجيش التقدم بتركيز وأيضا بعنافها نظر لمقامة في ميليشيات مزرعة حقوق ألغام بشكل كبير جدا وأيضا تفاديا لخسائر فيما يخص أيضا مدينة موزع المعارك الآن قريبا مركز مدينة بحوالي 2 كيلو الأحياء السكنية في مدينة تعز وريفها تعرضت لقصف عشوائي من قبل ميليشيات حوثي وصالح المتمركزة على أطراف المدينة مخلفة ضحايا من المدنيين وسط مطالب المنظمات العالم إيقاف هذه الانتهاكات بحق المدنيين من صعدة إلى تعز انهيار لميليشي الحوثي وصالح يوما بعد آخر وتقدم المستمر لقوات الشرعية التي اقتربت من معقل الحوثيين بلال الصبر الإخبارية تعز